بعد توقف مشارعها لأكثر من ثمانية عشر عاماً أعلنت محافظة الأنبار قرب تشغيل سبعة معامل صناعية يعود تاريخ إنشائها لسبعينات القرن الماضي بعد قبول عرض من اتحاد الشركات الروسية لاستثمارها في مسعى لتغطية الحاجة المحلية للمحافظة وتصدير الفائض إلى المحافظات الأخرى باشرة الشركات الروسية بتواجد في مقر الشركة بمجب خبرائها وإعادة التقييم وإعداد جدا والكميات لإعادة تأهيل هذه الخطوط وإن شاء الله من الأسبوع القادم ستباشر الشركات الروسية بهذا الإجراء تأسست هذه الشركة في سبعينات القرن الماضي والتي تعتبر من المعالم الحضارية لمحافظة الأنبار الشركة تحتوي على معملين ممعن الزجاج وممعمل السيراميك معمل الزجاج يحتوي على مصنع القناني الطبية مصنع الأواني المنزلية مصنع القناني والجرار ومصنع الألواح الزجاجي معمل السيراميك تكون من معمل كاش الأرضيات وكاش الجدران كذلك يقوم بإنتاج المرفق الشرقي والمرفق الغربي وكذلك المغاسل التي تتسخدم في البيوت مسؤولاء المحافظة بيّنوا أن الشركات العراقية لم تتقدم لتأهيل واستثمار هذه المعامل بسبب التكلفة الكبيرة للاستثمار فضلا عن عدم إكمال كافة متطلبات الشروط الاستثمارية ما تقدمت، تقدمتها أربع شركات، ما تقدمت شركات حتى إذا تتقدم هي أكو نقص بالتنادر أن يكون الكفاءة المالية تعرف هذا المعمل تكلف تشغيل أربعمية خمسمائة مليون دولار منه اللي ينطيل اعتمادات لازم تفتح بالبنك المركز العراقي وثم تمن يتخوف من سكان المحافظة من عدم نجاح تجربة إعادة تأهيل وتشغيل هذه المصانع بسبب الفساد الحكومي وعرقلة عملية الاستثمار من قبل جهات حزبية نافذة قد تتأثر مصالحها إذا ما دارت عجلة هذه المصانع مجددا